اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه باقر الإروان عن اكذوبته هذه التي ينشرها بين الشيعة بقاء الدين ببقاء هذه الحوزات ومن أراد أن يقضي على الدين هو يحاول أن يقضي على هذه الحوزات ونحن في الحوزة العلمية لا ننتقب مرجعا إلا إذا فرض أن أهل الخبر رشحوه يعني مشتهدون يقولون هذا هو الأعلم أعلمية زائد ورع وتقوى بدرجة عظيمة نحن نشترض في المرجع التقوى والتدين والعدالة بدرجة قوية في الحلقة الماضية من جملة ما عرضته من حديث لهذا الإروان من أن الخمسة نحن لا نحتاج في إثباته وتشريعه إلى آية أو إجماع كما هو يقول والإجماع وسيلة شيطانية في إثبات الأحكام بحسب ما هو قال لا نحتاج إلى آية رواية وإنما يقوم الفقيه بملء منطقة الفراخ هذه المنطقة التي استوردها لنا محمد باقر الصدر من حسن البنة إنه فقه الواقع عند الإخوان المسلمين هو هو منطقة الفراخ عند محمد باقر الصدر حيث يملأها الفقيه بما يرى ومر الكلام في هذا وقلت من أن محمد باقر الصدر ليس شيعيا محمد باقر الصدر رجل على المذهب القطبي القذر إذا أراد أحد أن يقول من أن محمد باقر الصدر شيعي لا بد أن يقيم الدليل لأن الرجل مات ولم يترك دليلا على تشيعه كل الذي تركه من كتب ودراسات تثبت أنه ليس شيعيا وبشكل حقيقي قطعي ربما مات شيعيا أنا لا أدري أنا لا أعلم الغيب لكنني أنظر إلى كتب الرجل وأبحاثه ومن أول كتاب أول كتاب كتبه محمد باقر الصدر أيام شبابه فدك في التأريخ عنوان يشعر بالتشيع والشيعية ولكننا إذا ما سبرنا أغوار الكتاب إنه تارة ينتقص من الزهراء وأخرى يمدح قتلة الزهراء وهو الحكاية طويلة وقد تحدثت عن هذا في برامج سابقة لكنني أذهب إلى لقطة في هذا الكتاب وهو يفتري على أمير المؤمنين كان في بدايات شبابه حين ألف هذا الكتاب ومع ذلك في أواخر عمره كان يندم على تأليفه لأنه يرى الكتاب مؤذيا للنواصب مؤذيا لمخالفي أهل البيت فلربما آذاهم في عبارة أو جملة مع أن الكتاب لا يشتمل على ذلك فإن الكتاب يحترم الخلفاء ويترضى عليهم أتحدث عن الخليفة الأول وعن السقيفة لا أريد أن أطيل الكلام عليكم بهذا الخصوص هذه الطبعة هي طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر الطبعة الثالثة 1427 هجر قمري قموا المقدسة في الصفحة السادسة والثماني هكذا يقول باقر الصدر إن عليا الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه فكان ولديه العزيزين كان يشعر بأخوته لهذا الإسلام أي منطق هذا رسول الله حينما برز أمير المؤمنين يوم الخندق قال لقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله هذا أنظراته من أين يأتينا به هذا الرجل على أي حال هذا هو كلامه إن عليا الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه فكان ولديه العزيزين كان يشعر بأخوته لهذا الإسلام الإسلام يمثله هذا المصحف هذا الكتاب وهذا الكتاب صامت وعلي وعلي الكتاب الناطق وفارق كبير بين الصامت والناطق ما هذا الهراء كان يشعر بأخوته لهذا الإسلام وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه إلى افتداء الإسلام بكل شيء حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك وحق الزهراء البتولي لم يشترك أمير المؤمنين في تلك الحروب لأن تلك الحروب كانت حروب ضلال لأن تلك الحروب لم تكن بحروب حق كانت حروب باطل فكيف يشترك فيها أمير المؤمنين وتلك الحروب كانت بقيادة أبي بكر فكيف يكون أمير المؤمنين الإمام سيد الأوصياء كيف يكون مأموما تحت إمامتي وإمرة أبي بكر أي منطق هذا يا أيها الصدر العظيم أي هراء هذا أي هراء هذا ماذا نقرأ في الزيارة الغديرية وهي أهم زيارات أمير المؤمنين إنها الزيارة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الكتاب الذي في بيوتكم حاكم ما يقول به محمد باقر الصدر حاكموه بهذا القانون بالزيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقرأ في هذه الزيارة الشريفة نخاطب أمير المؤمنين ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين من الذين خاروا في يوم خيبر وفروا جبناء ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أنني سأعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار ذلك هو الكرار وهو الكرار الوحيد البقية فرارون فرارون الفرار هو كثير الفر وقد حدثنا القرآن عن كثرة فرار الصحابة لطالما فروا في المعارك فهم فرارون وليس هناك من كرار إلا هو إلا هذا الكرار الذي نخاطبه في زيارته الغديرية ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين اليهود والحمد لله رب العالمين ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا مولايا أنت الحجة البالغة والمحجة الواضحة والنعمة السابغة إلى أن نقول له وأمرك من الذي أمره؟ رسول الله وأمرك في المواطن المواطن هي الأوقات العسيرة ومن أوضحها الحروب وأمرك في المواطن ولم يكن عليك أمير من هو هذا الذي يكون أميرا على الأمير؟ هذا أمير الوجود أمير الأمراء هذا علي وكفى أن أقول علي وأمرك في المواطن ولم يكن عليك أمير من هو هذا الذي يكون أميرا على الأمير؟ هذه عقيدة بكر الصدر هل هذا شيعي؟ حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك قد نجد تبريرا لهذا الرجل ونقول من أنه كان شابا في مقتبل العمر لم يكن قد أدرك العقيدة الصحيحة لكننا ماذا نقول حينما نجد أن الكلام هذا ذكره بنحو أسوأ من أيام شبابه في آخر ما كتبه محمد باقر الصدر قبل إعدامه بأيام قلائل مات على هذه الفكرة في المقطع الذي قرأته عليكم من كتاب فدك في التأريخ قال من أن علي شارك في حروب الردة التي خاضها المسلمون يوم ذاك لكنه في البيان الأخير من بياناته وأنا أقرأ عليكم من كتاب الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار لمن كان مرافقا كما هو المعروف لمحمد باقر الصدر في تلك الأيام محمد رضاء النعماني وهذه الطبعة هي الطبعة الثانية ألف وتسعمية وسبعة وتسعين ميلادي ألف أربعمية وسبعة عشر هجري قمري طبعة إسماعيليان قبل مقدسة البيان يبدأ في الصفحة الرابعة بعد الثلاثمائة أقرأ من الصفحة الخامسة بعد الثلاثمائة هكذا يوجه بيانه بيانه إلى الشيعة والسنة في العراق وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني إن الحكم السنية هو يتحدث عن الحكم السني في زمن صدام إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني إن الحكم السنية الذي مثله الخلفاء الراشدون يعني أبا بكر وعمر وعثمان والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل هكذا نحن نعتقد بأن حكم أبي بكر وعمر وعثمان هذا الحكم يقوم على أساس الإسلام والعدل إذن لماذا قتلت الزهراء لماذا قتل المحسن إذن لماذا قتل أمير المؤمنين لماذا قتل الحسن والحسين إذن لماذا كل هذا كل هذا الذي جرى ولا زال يجري إذا كان حكم أبي بكر وعمر وعثمان يقوم على أساس الإسلام والعدل يا أيها الصدر العظيم ألا تعلم أن أمير المؤمنين حينما عرضوا عليه الخلافة بعد مقتل عمر وقبل خلافة عثمان عرضوا عليه الخلافة بشرط أن يعمل بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر رفض الخلافة بقضها وقضيضها لأنه يرى أن سيرة الشيخين باطلة وقد قرأت ما قرأت عليكم من خطب أمير المؤمنين التي رواها لنا الكلين في الجزء الثامن من الكاف الشريف والمصدر موجود عندي لكنني لا أجد وقتا كي أقرأ ما قرأته عليكم من أن هؤلاء الخلفاء محقوا دين رسول الله متعمدين متعمدين هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف وهذه خطبة أمير المؤمنين الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان الخطبة تبدأ في الصفحة الخامسة والخمسين رقم الحديث الحادي والعشرون أمير المؤمنين يقول لخواصه في خطبة خطبها فيهم قد واستعمل قد لتأكيد وقوع الفعل لأنها جاءت قبل الفعل الماضي قد عملت الولاة قبلي من هم الولاة قبل علي إنهم أبو بكر وعمر وعثمان قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه متعمدين ناقضين لعهده مغيرين لسنته لقد محقوا الدين معقا هذا كلام علي والذي حدثنا به سليم بن قيس هذه الرواية عن سليم بن قيس الهلالي قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته هذا كلام أمير المؤمنين ولذا فإنه رفض الخلافة حينما اشترط عليه في أخذه للخلافة أن يعمل بسيرة الشيخين يمكن لقائل أن يقول لماذا لم يأخذ الخلافة ويوافق على الشرط وحينما يستتب له الأمر لا يعمل بسيرتهما لأنه سيعطي إيحاءا من أن سيرتهما على هدى فكيف يفعل هذا أمير المؤمنين لو كان قد وفق على أخذ الخلافة بشرط أن يعمل بسيرة الشيخين أبي بكر وعمار وحينما يستتب له الأمر لا يعمل بسيرتهما عمليا يمكن أن يتحقق هذا ولكن الإيحاء الذي سيعطيه أمير المؤمنين في بادئ الأمر من أن سيرتهما سيرة هدى والأمير لا يريد أن يعطي هذا الإيحاء ويستغل هذا الموضوع في التأريخ التأريخ كتبه الظالمون كتبه أعداء العترة الطاهرة أمير المؤمنين كان سيفا في الحق ولكن ملأوا كتبهم بالأكاذيب التي تشير إلى أنه كان على وفاق مع الخليفة الأول والثاني والثالث هذا موضوع خارج عن بحثنا لكن محمد باقر الصدر هذه عقيدته ما هذه عقيدته في أوائل شبابه قرأتها عليكم وها هي هي إن الحكم السنية الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عن كذاب أنت كذاب أنت يا محمد باقر الصدر كذاب 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 إنك تفتري على أمير المؤمنين قد لا يكون هذا بسوء نية ولكن ماذا ينفعني أنا وغيري إن كان كلامك صادراً عن جهلك بحقائق التأريخ وصادراً عن جهلك بمعرفة الإمامة الرجل لا يعرف شيئاً عن الإمامة كيف يكون الإمام مأمومة هذا منطق يخالف القرآن ويخالف سيرة النبي النبي مثل ما قرأنا في الزيارة الغديرية أمر علي في كل المواطن ولم يكن عليه أمير إلا رسول الله رسول الله هو إمام الأئمة وعلي مأموم بإمامة رسول الله وفاطمة مأمومة بإمامة علي محمد وعلي وفاطمة أئمة الأئمة إلا أن علي مأموم بإمامة رسول الله وكذلك فاطمة فإنها مأمومة بإمامة علي فالإمام لا يكون مأموماً والقائد لا يكون مقوداً أي إمام هذا ماذا يفقه هذا الرجل من معنى الإمامة حمل علي السيفة للدفاع عن حكم أبي بكر وعمار إذ حارب جندياً في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر كذاب يا محمد باقر الصدر كذاب كذاب لا يوجد هذا في أي مصدر من مصادرنا أتحدى الذين يقدسون محمد باقر الصدر أن يأتوني بكتاب من كتبنا فيه ذكر ليس لكل هذه الكذبة لبعضها والله لا يوجد شيء في كتبنا من هذا القبيل أقول في كل المكتبة الشيعية فأنا مطلع علي بالتفصيل لا يوجد شيء من هذا القبيل في كل المكتبة الشيعية وبالطلاع على المكتبة السنية على تفاسيرهم جوامعهم الحديثية على كتب السير والتأريخ والمغازي إنني ما وجدت شيئا من هذا ولا وجدت بعضا منه هذه الثقافة الأخوانية الثقافة القطبية القذرة لمحمد باقر الصدر فهل هو شيعي مات الرجل وهو لا يعرف معنى الإمام إذا مات الرجل على هذه الفكرة فإنه قد مات ميتة جاهلية لا تقولون لي إنه الشهيد هذه موازين حزب الدعوة هذه موازين سيد قطب هذه موازين المعارضة السياسية وما دخلي أنا بهذه الترهات أنا أحدثكم عن موازين القرآن أنا أحدثكم عن موازين محمد وآل محمد ما ما علاقتي بموازين حزب الدعوة أو موازين المجلس الأعلى أو موازين فلان الذي هو من تلامذة محمد باقر الصدر ما علاقتي بهذه الموازين أنا أحدثكم بموازين القرآن أنا أحدثكم بموازين العترة الطاهرة موازين القرآن هي هذه إنها الآية السابعة والستون من سورة المائدة هذا هو ميزان القرآن وميزان العترة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن القوم كافرون حينما نقضوا بيعث الغدير فكيف يكون الكافر إماما لأمير المؤمنين القوم في سقيفة بني ساعدة نقضوا بيعة الغدير والذي ينقض بيعة الغدير بصريح القرآن كافر ما هذه الآية في بيعة الغدير إلا أن ينكرها محمد باقر الصادر أو أن ينكرها أتباعه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا الذي يتحدث الله عنه بهذه اللغة كيف يكون مأموما لأبي بكر وعمر أي منطق هذا أي حديث هذا وأي دين هذا هذه موازين الكتاب والعترة لا شأن لي بموازين المعارضة السياسية لحكم صدام لا شأن لي بموازين حزب الدعوة التي هي موازين حسن البن وسيد قوت لا شأن لي بموازين أولئك المستحمرين من تلامذة محمد باقر الصدر أنا أزن بميزان الكتاب والعترة أين يوضع هذا في ميزان الكتاب والعترة هل كان مضطرا إلى أن يفتري على أمير المؤمنين قد يقول قائل هذه تقية هل كان مضطرا إلى أن يكذب على أمير المؤمنين أم أن عقيدته هذه عقيدة الرجل هذه عقيدة الرجل لقد كان يعتقد بها منذ أيام شبابه وقد قرأت ذلك عليكم قبل قليل من كتابه فدكن في التاريخ هذا الكتاب فدكن في التاريخ ألفه وهو دون العشرين دون العشرين في أوائل شبابه وهذا هذا البيان أصدره قبل إعدامه بأيام قليلة تريدون أن تسمع البيان بصوته رجاء أعرض لنا الوثيق أعطي 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 لها لكم يا أبناء علي من الحسين وأبناء أبي بصم العمل أن المحرك من فكرة وفكرة 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 السنين إن الحكم السنين الذي مستمع الحلقاء الله سنين والذي كان يطون على أساة الإسلام والعجل حم العلي استيس الجفاع والله كذاب يا محمد باقر الصدر كذاب 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 وأتحدى أتباعك أن يكذبوني أن يثبت هذا بحرف واحد أن يثبت تكذيبهم لكلامي بحرف واحد من كتبنا من أحاديث أئمتنا لا يوجد شيء من هذا لو كان موجودا لحدثنا به أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا كذب وافتراء أقول لباقر الإرواني هؤلاء هم أساتذتك هذا الخوئي وهذا محمد باقر الصدر هل هذا هو الدين الذي تحدثنا من أنه لا يبقى إلا ببقاء هذه الحوزات ما هم هؤلاء سادة الحوزات هذا الخوئي وهذا محمد باقر الصدر وهذا الدين الذي أنت تتحدث عنه يا باقر الإرواني ومن أنه لا يحفظ ولا يبقى إلا ببقاء هذه الحوزات القذرة هذه الحوزات الوسخة هذه المشكلة موجودة في حياتي محمد باقر الصدر على طول الخاط على طول الخاط وماذا يضحكون عليكم حينما يحدثونكم عن محمد باقر الصدر رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه محمد حسين فضل الله ولاحظوا ماذا يقول سأقرأ عليكم الكلمة قبل أن تشاهدوا الفيديو هكذا يقول محمد حسين فضل الله لو أردنا أن نلخص الشهيد الصدر إنه يتحدث عن محمد باقر الصدر لو أردنا أن نلخص الشهيد الصدر في فكره وحركته ونشاطه وجهاده لكانت هذه الكلمة ما هي الكلمة لقد كان الإسلام كله أعرضوا لنا الوثيقة لو أردنا أن نلخص الشهيد الصدر في فكره وحركته ونشاطه وجهاده لا كانت هذه الكلمة لقد كان الإسلام كله رجاء أعيد بث الوثيقة لو أردنا أن نلخص الشهيد الصدر في فكره وحركته ونشاطه وجهاده لا كانت هذه الكلمة لقد كان الإسلام كله هذه الكلمة لا تقال إلا للمعصوم ونشاطه إذا كان الحديث عن إسلام سيد قط وإسلام حسن البنة فإنني أتفق مع محمد حسين فضل الله إذا كان إذا كان يقصد إسلام محمد وأهل محمد فإن محمد باقر الصدر لم يكن كذلك هذا كتابه اقتصادنا قطعاً سيردون على كلامي هذا صاحب كتاب اقتصادنا ما هو كتاب اقتصادنا أدل دليل على أن الرجل لم يكن على إسلام محمد وعليه ماذا قرأنا في خطبة أمير المؤمنين قد عملت الولاة قبل أعمالاً خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ثم بعد ذلك يذكر أمثلة كثيرة مما فعله القاوم في محق دين رسول الله الخطبة طويلة دعاء صنمي قريش واضح وصريح في هذا المطلب الخطبة الشقشقية الشهيرة من خطب أمير المؤمنين لا مجال لطرح كل النصوص الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين هي نار على علم في الثقافة الشيعية موقف أمير المؤمنين في الشورى العمرية من رفضه الخلافة لأنهم اشترطوا عليه أن يلتزم بالعمل بسيرة الشيخين هذه الحقائق موجودة بين أيدينا فإذا ما جاء فقيه شيعي يريد أن يؤسس منهجا اقتصاديا للدولة الإسلامية للمجتمع الإسلامي فلابد أن يأخذ بنظر الاعتبار من أن سيرة الخلفاء قبل الأمير سيرة باطل لا يجوز الاعتماد عليها ماذا فعل محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا لقد اعتمد على سيرة الخلفاء فلقد وضع برنامجا ومنهاجا للاقتصادي في الدولة الإسلامية وفي المجتمع الإسلامي معتمدا وبشكل واضح وواضح جدا على سيرة أبي بكر وعمار على سيرة خلفاء السقيفة بني ساعد ألا ترون أن السنة الذين يعرفون هذه الحقيقة يمجدون بكتاب اقتصادنا بحسب ميزان العترة الطاهرة هذا الكتاب كتاب ضلال وهذا الكتاب كتاب يعادي منهج العترة الطاهرة هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنها الطبعة السادسة عشرة ناقش محمد باقر الصدر في هذا الكتاب المذهب الماركسي والمذهب الرأس مالي في الاقتصاد لا شأن لنا بهذين الموضوعين وإنما يبدأ كلامه في الاقتصاد الإسلامي من صفحة ميتين وثلاثة وتسعين وفي صفحة أربعمائة يتحدث عن منطقة الفراخ التي تحدث عنها باقر الإيرواني وهو يثبت وجوب الخمس من خلال ملء منطقة الفراخ بهذا الهراء الشيطاني محمد باقر الصدر تحدث عن منطقة الفراخ في التشريع الاقتصادي في الصفحة الأربعمائة لكنني سأضرب لكم أمثلة من أرقام الصفحات التي نقل فيها عن أئمة الشوافع وأئمة الأحناف وعن سائر المخالفين للعترة الطاهرة وأسس منهجه الاقتصادية وفقا لسيرة الشيخين فهؤلاء يمثلون سيرة الشيخين فهل محمد باقر الصدر شيعي لو كان شيعيا لالتزم بمنهج إمامه أمير المؤمنين ما هو من شيعة علي إنه يقدم لنا منهجا اقتصاديا باسم الإسلام أي إسلام هذا هذا إسلام سحيط قطب هذا ما هو بإسلام علي وآل علي هذه الصفحات لا على سبيل التقص والاستقصاء والحاصر هذه أمثلة من الصفحات التي نقل فيها من كتب الشوافع والأحناف وقد أكثر من النقل عن كتب الشوافع لأن المذهب الطوسي شافعي لأنه شوافع لأن الرجل شافعي كبقية المراجع الطوسيين أرقام الصفحات 443 445 446 449 450 456 458 459 462 465 466 467 474 475 479 498 499 500 501 502 505 510 511 512 514 514 517 523 535 543 576 578 579 579 589 601 603 604 605 606 612 642 649 649 649 649 689 689 689 689 714 727 727 كل هذه الصحائث في هذه الطبعة التي أشرت إليها ملئت بالفكر الناصبي وهذه نماذج فإنني ملئت بالفكر الناصبي وهذه نماذج فإنني ملئت بالفكر الناصبي 6 9 9 10 10 11 12 12 13 16 11 13 13 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 21 22 22 22 31 32 32 33 34 34 44 45 36 36 37 47 37 38 39 38 39 40 محمد باقر الحكيم ومحمد مهد الآصفي ومرتضى العسكري تزنونه بهذه الموازين تزنونه بموازين المعارضة السياسية للنظام الصدامي المجرم هذه ما هي موازين العترة موازين العترة شيء آخر هؤلاء ضحكوا علينا هذا الرجل عبث بنفسه وعبث بنا كنا نتصوره مخلوقا إلهيا سماويا قرآنيا لكن حين حققت في كتبه ودققت فيها وجدت الرجل لا علاقة له بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد وهذا كتابه اقتصادنا أدل دليل عملي الأخوان المسلمون في الكويت عبر وزارة الأوقاف الكويتية لما أرادوا أن ينشئوا لهم بنكا في الكويت بيت التمويل الكويتي لا زال موجودا إلا أنه في السنوات الأخيرة الحكومة الكويتية وضعت يدها على هذا البنك وإلا منذ بداية تأسيسه إلى مدة قريبة كان بنكا خاصا للأخوان المسلمين وكل النشاطات في العالم لهم كانت تمول من هذا البنك هؤلاء حينما أرادوا أن ينشئوا هذا البنك أرادوا أن ينشئوا بنكا إسلاميا فوجهوا رسالة إلى النجف لو كانوا يعتقدون أن النجف على دين العترة الطاهرة هل تتوقعون أنهم يبعثون بسؤال إلى النجف وحينما تجيب النجف من قبل محمد باقر الصدر بهذا البحث الذي طبع في كتاب البنك اللاربوي في الإسلام وافقوا على تطبيق هذا البرنامج في بيت التمويل الكويتي لو كان هذا البرنامج مستندا إلى دين العترة الطاهرة يعملون به هم يعرفون أن النجف شافعية وأن محمد باقر الصدر شافعي وأنه حينما يفتي فيفتي على طريقة الشوافع هذه القضية معلومة لديهم أي سوء توفيق لهذا الرجل أن يضع نظاما لبنك يدعم نشاطات الأخوان المسلمين في العالم إنهم في خدمة العترة الطاهرة أو في خدمة المناهج العاهرة ماذا تقولون أنتم هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار إذا أردتم أن تعرفوا أكثر عن محمد باقر الصدر فعودوا عودوا إلى الحلقات المختصة بتفصيل الكلام عن فكره وكتبه لقد تكلمت بالتفصيل عن كل مؤلفاته وبينت كيف أنها تخالف دين العترة الطاهرة لم أجد عنده كتابا واحدا لم أجد عنده صفحة واحدة تتفق مع منهجي العترة الطاهرة وهذه الأدلة بين أيديكم أنا لا أكذب على أحد ولا أخاف فأتحدث في الزوايا أنا أمامكم بلحمي وشحمي ودمي وعظمي بنحو مباشر وأتحدث بكل صراحة وبكل جرأة لأنني متأكد من الذي أقول ومتأكد بدرجة مئة بالمئة وإلا فإني أعلم أن الشيعة بقضها وقضيطها ترفضني لكنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الحقائق يشتمونني يقولون عنه ما يقولون ولو استطاعوا أن يقطعوني لقطعوني وفرموني فرما لكنهم في الوقت نفسه يعلمون أنني أتكلم الصدق وأتحدث بالحقائق وإلا لردوا على كلامي هذه الحقائق بين أيديكم وبرغم آنافكم وبرغم أنفك يا باقر الإيرواني هي هذه حوزتك التي ببقائها يبقى الدين إذا كان الحديث عن دين النواصب عن دين سقيفة بني ساعدة عن دين سقيفة بني طوسي نعم ببقاء هذه الحوزات القذرة سيبقى هذا الدين القذر أما إذا كان الحديث عن دين العترة الطاهرة فإن أعداء أعداء دين العترة الطاهرة هي هذه الحوزة وهذه العمائم وأنت أولها أنت وأساتذتك الذين عردتوا ما عردتوا من حديثهم قد يقول قائل إنهم فعلوا ذلك بحسن نية لا شأن لي بحسن نيتهم أو سوء نيتهم هذا أمر موكول إلى الله وإلى إمام زماننا أنا أتحدث عن النتائج العملية على أرض الواقع والتي هي نتاج من أفعالهم وأقوالهم أتحدث عن مؤلفاتهم وكتبهم أتحدث عن الواقع الذي صنعوه في الشيعة أتحدث عن الشيعة الذين يقدسون هؤلاء ويعتقدون أنهم أولياء علي وآل علي ولا يعلمون أن هؤلاء في واد وعلي في واد آخر هؤلاء سلكوا في واد آخر لم يسلكوا في الواد الذي سلكه عمار فإن عمار بن ياسر كما قال له رسول الله سلك في الواد الذي سلك فيه علي أمير المؤمنين نذهب إلى فاصل